اختتمت يوم الأحد فعاليات الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف المتعقدة في اتفاقية رمسار بشأن الأراضي الرطبة بشكل رسمي في مدينة وخان بالصين وجينيف بسويسرا وأشار الاجتماع إلى اتجاه حماية الأراضي الرطبة العالمية وإصلاحها في الوقت الحاضر وفي المستقبل كما طرح مقترح الصين لدفع العمل العالمي على حماية الأراضي الرطبة تفاصيل أوفى في هذا التقرير تعد هذه المرة الأولى التي يُعقد فيها مؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رمسار بشأن الأراضي الرطبة في الصين وقد وافق الاجتماع على إعلان أوهان وقرار الإطار الاستراتيجي العالمي لتنمية الأراضي الرطبة مما ضخ زخما جديدا في العمل العالمي الخاص بحماية الأراضي الرطبة كما ذكر أن الصين ستقوم ببناء حدائق وطنية للأراضي الرطبة وتنفيذ الحماية الأكثر سرمة لخمس الأراضي الرطبة وإنشاء المركز الدولي لأشجار المنغروف في شنجن وكذلك إنشاء شبكة لحماية قنوات هجرة الطيور المهاجرة في الصين تكلل هذا الاجتماع بالنجاح كبير وليجمع التوافق العراف في كل أنحاء العالم لتوفير منصة جديدة على حماية الأراضي الرطبة على السعيد العالمي في حسب بل يقدم مبدأ خاصا بحماية أراضي الرطبة على السعيد العالمي في المستقبل من أجل تعزيز تعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة أيضا جدير بالذكر أن هذا العام يصادف الذكر الثلاثين لانضمام الصين إلى اتفاقية رمصار بشأن الأراضي الرطبة فأظهر هذا الاجتماع الإنجازات العظيمة التي حققتها الصين في مجال حماية الأراضي الرطبة منذ ثلاثين سنة مضت من تنفيذ الصين للاتفاقية أمام العالم وحتى الآن وصلت مساحة الأراضي الرطبة في الصين إلى 56.35 مليون هكتار محتلة بذلك المرتبة الأولى آسيويا والمرتبة الرابعة عالميا وعلاوة على ذلك لديها 64 قطعة من الأراضي الرطبة الهامة على السعيد الدولي و29 قطعة من الأراضي الرطبة الهامة على السعيد الوطني فضلا عن 900 وحديقة وطنية واحدة للأراضي الرطبة وأصدرت الصين قانون حماية الأراضي الرطبة الذي أدرج الأراضي الرطبة الهامة ضمن الخط الأحمر للحماية الإيكولوجية في حين أنشأت نظاماً لحماية الأراضي الرطبة يشمل الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية للأراضي الرطبة وحدائق الأراضي الرطبة كأجزاء رئيسية السنو على المستوى الأول من حيث حماية الأراضي الرطبة حتى تكون الأفضل يمكن أن تعلم من تجربة السنة بغيث تحفظ على نظاماً المياه وحماية تنوع البيولوجيا